أصبح الانخراط في العمل التطوعي من الأمور الأساسية التي يمارسها غالبية الشباب البحريني من خلال العمل على إيجاد وسائل تساهم في خدمة المجتمع والارتقاء به من هنا جاءت فكرة أول أكاديمية طلابية تقدم خدماتها من الطالب إلى الطالب في المرحلة الجامعية فكرة أي أكاديمية طلابية تكشف تفاصيلها الزميلة خولة الجرنيس في التقرير التالي شباب اختار خدمة مجتمعه بطريقته الخاصة وضع نصب عينيه مرضات الله عز وجل فوضع الخطط وصمم الدروس ليخرج بفكرة أي أكاديمي وهي أكاديمية طلابية تستهدف طلبة جامعة البحرين تساعدهم على فهم المادة بطريقة سالسة لتخطي صعوباتها هي أكاديمية ندرس فيها الطلبة المحتاجين دروس إضافية بدلا عن دروس اللي ياخذونها في الحصص الأساسية عندهم نطورهم ونطور مهاراتهم في المواد الجامعية عشان يكتسبون هالمهارة ويطبقونها في الحياة العملية بعدين إحنا لما ندرس ما ندرس بس حق الامتحون بل ندرس حق مستقبل عشان تبقى بعدين على أرض الواقع فهذه الأكاديمية نشعت من الطلبة كنا بدأناها من طالب إدرس رياضيات إلى أربعة طلاب دراسنا مواد العلمية في تخصص الهندسة ومن ثم الحمد لله توسعنا على مستوى جامعة البحرين بشكل عام أو مستوى جميع التخصصات في جامعة البحرين تنوعت الأفكار وتعددت لتصب في مجرى واحد وهو ترسيق المعلومة لدى الطالب من جهة وإبراز الطاقات الشبابية في مجال التعليم من جهة أخرى من أحد الرسائل التي تبت توصلها الأكاديمية أول شيء هو نشر العلم ثاني شيء أننا نرسخ مبدأ التعاون بين الطلاب لأننا ما ننبيح نبروح ننجح نبي أنا أنجح وشباب البحرين كلهم منجحون على أنشان في النهاية البحرين تنجح وتزدهر وتتطور هذه الأكاديمية التطوعية فتحت المجال أمام الطلبة المتطوعين ليثبتوا للجميع قدرتهم على تقديم الدروس لزملائهم بأسلوب سلس أكاديمي فرصة حق الطلاب وخصوصا المستجدين أنهم يكسرون الحواجز بينهم وبين اللي درسهم الطلاب المستجدين غالبا يترددون أن يسألون الدكتور أي سؤال فهمه إذا أحصروا وشوفوا أن طالب يدرسهم فما بترددون بتوتا وبيفهمون كل اللي مفاهمينه في المحاضرة بالتفصيل من اللي درسهم أنا نجلت من خلال دراستي أني متمكن في هالمادة وفي نفس الوقت عندي وقت فراغ وويد زايد فقلت أني أستغل هالوقت في تدرس الطلاب ومساعدتهم لأن في وويد طالب يعانون مشاكل مع التواصل المباصرة مع الدكاترة لكن أنا كطالب يمكن أن أقدر أوصل لهم معلومة بشكل أفضل مجموعة من الدروس الإضافية يتلقاها الطالب بشكل مجاني إما من خلال الحصص الدراسية في الجامعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا كطالبة تواجهني أصعوبة واد في المواد تبع تخصصي انضميت لهم حيث أنهم كطالبة يوصلون المعلومة حق طالبة نفسهم من نفس المراحل قدروا يوصلون المعلومة بوضوح قدرت أنا أوسع معرفتي وأتعلم أكثر وأتفاعلوا إياهم لأن كطالبة قدروا يوصلونهم بطريقة عفوية وطريقة واضحة وفيدني كطالبة في هذه المرحلة الجامعية أكاديمية طلابية بامتياز تقدم خدمتها من الطالب للطالب تبسط المعلومة وتنقلها له بكل أريحية ما يساهم في تخطي مرحلة النجاح إلى مرحلة التفوق خويلة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين